أهلاً وسهلاً بكم في قناة اكتشف مصر هتكلم النهاردة عن موضوع جديد بعنوان من حكم القدماء وقبل مبدأ أشكركم أن أنتم بتدعموا القناة والقناة بتكبر بكم شكراً لكل اللي اشتركوا في القناة وأتمنى إن شاء الله أن احنا نكبر القناة على أديكم وأنا أوعدكم جميعاً أن أنا هقدم معلومات جميلة وأفكار هتعجبكم شكراً لكم مرة تانية كان بتاع حتب رجلاً حكيماً وعاش في أواخر القرن الخامس والعشرون قبل الميلاد قال بتاع حتب نصيحاً ابنه الظلم موجود بكسرة ولكن الشر لا يمكن أبداً أن يستمر على المدى الطويل لا تسرثر يا بني مع جيرانك فالناس تحترم الصامت في الاستماع فوائد كثيرة للمستمع لا تتحدث إلا عندما يكون لديك شيء يستحق أن تقوله لا تلوم يا بني الناس الذين لديهم أطفال ولا تنتقدهم ولا تتفاخر بأنه لديك أطفال لا تردد الشائعات ولا تستمع إليها من يطيع بطنه فهو يطيع عدوه إن الشر والكذب قد يكسبانك الثروة ولكن قوة الصدق في أنه يمكث إذا كنت قادراً فاجعل عنايتك واهتمامك في العلم وفي القول الفصيح الحكمة موجودة في أي مكان حتى أنك تجد الحكمة بين النساء الجالسات أمام التراحين كن مجتهداً في كل وقت افعل أكثر مما هو مطلوب منك لا تضيع وقتك إذا كان في إمكانك أن تعمل أشكركم وده اللي أنا كنت أعيز أقدمه النهاردة أتمنى أنه ينيل أعجبكم أشكركم مرة تانية وطبعاً اللي مشتركش في القناة يشترك فعيلوا الجرس عشان يوصلوكم كل الفيديوهات الجديدة ويعملوا شير ولايك لو ممكن شكراً لكم وإن شاء الله أوعدكم بأن أنا هقدم مواضيع جميلة وأنا فعلاً حضرت كتير منها اسمي محمد مصطفى شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله شكراً لكم